وكمان أستاذ هم يعني أغلب الأفكار اللي بتروج يعني في أوساط يعني العلوم الوعية أو علوم الروحانية إنه موضوع التجسد إحنا بنكون إحنا اللي اخترنا العيلة اللي نعيش معاها اخترنا الأب والأم والدولة وكل حاجة لا أبداً لا هذه أيضاً من فبركة الأولاناكي حتى خلاص الشخص تماماً يؤسس هذا العقد أوكي عقد إنه هو اختار ويرجع فممكن يرجع مرة مرتين لأنه هو كل مرة يؤسس هذا العقد أو هذا الوعي لا هذا فبرك نفس الدين تماماً هم صانعي تماماً أنت لم تختار العائلة هم أرسلوك ليه هم أرسلوك لأن هم الذين بنوا الماتريكس فالماتريكس موجود أوكي وينقلون الإنسان أو يرجعون الإنسان للأرض مع فكرة ينشرون فكرة أنه أها هو اختار طيب هو ليه اختار؟ هو ليه اختار؟ ليه هو اختار؟ أي شخص ما بيختار يعني الظرف السلبي هم هم رجعوا هم يرجعوا واضح جداً الراب يجب أن نعرف الراب هو رب الخير أو المكون هو مكون الخير ما يعمل هيكي؟ هذا عمل بتاع هيكي نقول ممكن شيطان يعني عمل فيه هيكي شك كثير الراب ما يعمل هذه التحالفات يعني يرسل بنت هيكي إلى عائلة متشددة وممكن تعيش حياة سلبية والرب هذا إذا كان رب حقيقي يقول لها هذا بسببكي أنت اخترتها من العائلة ما يعمل هذا الرب الحقيقي؟ أبداً ما بتصير جداً واضحاً أبداً ما بتصير أطلاقاً فهذه هم ما عامليها الأركونز والأوناناكي من عجل أوكي أنهم يخفون هذا الأمر أنهم هم يرجعون الناس والناس يقول لك إيه هو هذا الخياري أنا اخترت لأنه هو سوف يعتقد أنه هو هذا الإنسان كان سلبي في الماضي فيرتبط أكثر بالماتريكس لاحظي؟ أي وكلما يرتبط أنه هو عمل سلبي في حياته السابقة سوف يرجع مرة أخرى لأنه بنى عقد عقد سلبي في سلبي في سلبي في سلبي فنحن أكرر ماذا نعمل هنا وماذا عملنا في هذه الجلسة نحن كسرنا هذا العقد صعدنا إلى الضوء أستاذ إيه عزيزتي ممكن نقول أنه اللي لسه بيآمن بالرينكرنيشن وكده أنه لسه واقع في الماتريكس بالمعنى ده ممكن هو جزء منه فيه صحة الرينكرنيشن لكن الجزء الآخر فيه فبركة لازم نعرف في أي وضعية يعني في أي وضعية كما إحنا وضحناها أخذ أو كما أنت وضحت يعني أنت من عرفتي المثال نحن وضحناها فيه جزء نعم فيه جزء نقول الإنسان مسؤول وفيه جزء الإنسان مش مسؤول تلاحظون؟ هم بيحاولوا يفهمون أنه موضوع يعني أن إحنا إحنا اللي اخترنا الوضع اللي إحنا عايشين فيه وكده عشان نتقبل الوضع يعني زي موضوع الدين عشان نفضل عايشين في الماتريكس وتحت السيطرة بتاعتهم يعني ما نرقاش للحقيقة بتاعتنا واللي هي الضوء والمحبة والسعادة وهم عندما شاركوا في خلقنا وخلقونا فهم بالطبع وضعوا خطة كيف أنك لا تتحرر فهم وضعوها وضعوا الدين ووضعوا الريانكارنيشن ووضعوا الإعلام ووضعوا الأمور الأخرى من أجل أنك تعيش بهذا الماتريكس فالريانكارنيشن هو جزء كبير منه أيضا من صناعتهم من صناعتهم الرب الحقيقي ما يعمل هكذا ما يرجع الإنسان الرب الحقيقي ما يرجع إنسان مثلا في مثال مثلا البنت إذا تعيش ضمن عائلة متشددة ما يعمل هذا الرب ولا هي أيضا اختارت ما بتصير هم عملوا الدين وأوتوماتيكين يرسلون يرسلون على المزاج على المزاج يرسلون هيك على المزاج فواحد أرسلوه إلى سوريا واحد أرسلوه إلى العراق واحد أرسلوه إلى المغرب وهذا أرسلوه إلى سودان مشوه هيك وقالوا ووضعوا أوكي على ساس الريانكارنيشن أنت اختارت أنت اختارت أنت كنت في حياتك السابقة سلبي 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 ومشت على الناس في حين الرب هو الطاقة الإيجابية المطلقة ما عنده هذا ما يعمل هذا أبدا طيب أنا أعطيك مثال آخر أنت صوري الصوري أم والأم والابن أو الأم والبنت أو يعني هي هذه العائلة مثلا أو الأب والابن فالأب نجده ممكن يدلل ابنه أليس كذلك أو يدلل بنته فالأب ما يعمل مثلا أنه يعمل هيك التحالفات ضد الأبن أو ضد البنت ويعمل يعني يسارا يمينا وما يعمل مثلا يعني أقصد بهذا هيك التوضيح البسيط طيب ماذا بال الرب العظيم أو المكون العظيم أو الخالق العظيم ما عنده هيك يعني يعني تارك أعماله ويرسل فلان إلى إلى سوريا ويرسل فلان إلى العراق وينظر إلى فلان يقولوا أنت هيك وانت هيك وأنت اختاريت الرجوع وانت هيك وعيش في ضمن عائلة دينية إلا هذا مخطط من كائنات فضائية أنا أقول لكم يعني صح فالا يعني لو فكرنا فيها يعني بشكل ثاني يعني إزاي الإله الإله المحبة وكده يبعت إنسان يعيش مثلا في وضعية فيها حروب دولة فيها مجاعة يعني فين المحبة فين يعني ما عندهاش معنى ما فيها معنى إله يعني شيطان صح آسي ما عندهاش قلب يعني اي اه فلو مثلنا بالأم وابنها يعني إزاي صعب إن أم تبعت ابنها يعيش في ظروف صعبة ما لا يأكل وكده يعني فين حب يعني إزاي نقول إن الأم دي بتحب ابنها يعني فين المحبة دي اي اه ففعلا يعني اي يعني فيه تناقض اي فعلا كلها فبركات الأنوناكي اي نعم اي اي عزيز انت يعني يعني أن الأنوناكي هم الذين يعني يقومون يعني ببرمجة يعني حياة الشخص يعني في أي عائلة سيدهاب يعني وفي أي يعني دين سيدخل يعني هذا المفهم لكن أقل يعني ممكن يرسلوه يعني يرسلوه مش هيكي أنه يخططون تخطيط دقيق لكن يرسلون هيكي مجاميع يعني أنتم مجموعة ذهبوا إلى الأردن أنتم إلى مصر أنتم ما عندهم مجال كل شخص ويحكموه هيكي بالتفصيل لكن هم عارفين الوضع عارفين الوضع لأنه أنتم لو تفكرون فيها هو من الذي بنى الدين هم بنوه هم بنوه أوتوماتيك يعني هو محضرين الدين أساسا already موجود قبل أن يأتي الإنسان إلى الشرق الأوسط كمولود جديد فكيف هو اختار هو ما يعمل هذا الإنسان ما يختار هيكي طيب نتصور العكس نتصور الشرق الأوسط ما فيه الديانة التشددية الإسلامية ما فيه فأوتوماتيكيا عندما يأتي الشخص بالطبع هو يأتي إلى عائلة ما فيها التشددية بمعنى ممكن يعيش التحرر فما له علاقة أنه هو اختار يعني هم أسسوا في البداية النظام الديني بمعنى هم عاوزين أن يملؤوا المجتمعات الدينية بالبشر فيرسلون البشر صح هم يعني فعلا زي ما قلت أستاذ يعني هم أسسوا الفبركات الأول يعني عملوا الوسط المناسب الماتريكس يعني سواء أو بيبعثوا شكل عشوائي يعني سواء البعث الأردن أو المغرب أو مصر هم عارفين ما تتبع حروم في الفبركات تجدوها فيها عمق يعني فالواضح فالواضح أنهم عندهم فكر يعني سيكولوجي أفكار سيكولوجية يعني كأنهم متمرسين أوكي على هي هاي السيكولوجيات الفبركات يعني الآن أريد أن أقول الحاجة عندما يرسلوه ثلاثة مرات أربعة مرات دعونا نفترض إلى دولة هيك فيها تشد الديني ليه في المرة الخامسة والمرة السادسة بعد ما بيقدرون يرسلوه لأنه أساسا يتعلم يكسب وعي يكسب وعي يفهم هو اللعبة ففلت من أيديهم ما بيقدرون تلاحظون هم كيف عكسوها قالوا يعني هذه العكسة بتاعتهم قالوا هو يأتي مرة مرتين ثلاثة أربعة من أجل أن يتعلم من أجل أن يتطور روحيا في الحين هو في الحقيقة لا هي فلتت من عندهم هم لو يقدرون كان يرسلوه خمسين مرة لكن هو ممكن بالمرة الخامسة السادسة هو عرف تطور بالروح تغير وعيه تغير ففلت من السيطرة ما بيقدرون صح هو ممكن أستاذ الشخص يعيش حياة وحدة يعني لو ما كانش فيه تحديد يعني وضع جينات الموت وكده يعني الشخص لو فرضا أنه قيه الأرض عشان يتعلم وكده فحياة وحدة كفاية يعني لا ما يصير بشر آه أي ما يصير بشر يعني لين بالفبركة بتاعتهم للنوم يعني بيقولون يعني لازم مرة وثنين وثلاثة عشان يعني التعلم فأصد يعني هي حياة وحدة كفاية أن الشخص يتعلم فيها ويكون أصلا ما فيهاش موت يعني صح جدا آه فهو يتعلم كل حاجة بس خمسة مرات أربع مرات وكيف هو كيف سوف يتعلم بالمرة الثالثة يعني إذا هو بالمرة الثالثة سوف يدخل نفس الدولة ونفس المدينة ونفس التعليم الديني ونفس السياسة ونفس الحاكم ونفس الرئيس مجرد مختلف الأسماء وأرقام السيارات السيارة القديمة تأتي سيارة جديدة لكن نفس المدينة ونفس الطائفة فأين التعلم إذن هو حيبقى بالمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلا عن هو يقرر يعني هو يحس الإنسان بمعنى هو يفلت من سيطرتهم صح أي فالرب العظيم أو المكون الحقيقي ما يرسل الإنسان خمسة ستة سبعة عشر من أجل أن يتعلم يعني يتعبه في منطقة صحراوية أو يتعبه بالفقر من أجل أنه تعالي يا إنسان اتعلم يتعلم ماذا؟ يتعلم الفقر مهيكي أستاذ حتى موضوع يعني الرينكرنيشن أو التجسد أو أي مصطلحات يعني المعروفة حاليا أي آيات في القرآن بتفيد الموضوع ده إنه الشخص يعني بيتويد ويتبعت من تاني يعني إنه الرب بيحي ويميت ويحي ويموت يعني بيحي الشخص ويميت ويحيي تاني فلو طبعا إحنا عارفين أن القرآن مش من الله يعني هو من يعني من الليل وكده فيعني الحاجات اللي فيها بتأكد فعلا إنها فبركة مخططات الأونوناكي أي فعلا طبعا حتى هذه حتى يوم القيامة ويوم الحساب كل منهم كل بتاعهم حتى يخوفون الإنسان يملؤوه بالماتريكس لأنه حتى في دلوقتي في روحانين بيستدلوا على موضوع الرينكرنيشن والنها حقيقة بالآيات القرآنية يعني في حين أن الرينكرنيشن 80 أو 80% 90% من صنع الأونوناك صح صح يعني هما كده كده حتى لو الشخص يعني اتحرر من من أنواع من الماتريكس يعني ممكن الدين ممكن حاجات تانية بيلاقي نفسه لسه واقع في حاجات من ضمن الماتريكس زي الرينكرنيشن أو حاجات تانية يعني فعلا أبراكات ملعوبة صح يعني أو متخطط لها بشكل زي عش العنكبوت يعني بتخرج من حاجة بس طبعا الشخص اللي عارف حقيقته النضوء خلاص حتى لو لسه عايش وسط الماتريكس فده مش هيدره في حاجة لأنه عارف حقيقته ما لا هو فلتة بعد أو تحرر ممكن نقول تحرر صح فعلا أي تحرر خلاص خلاص انتهى ما يقدرون أبدا ما يقدرون أطلاقا خلاص وهذا السر العظيم حقيقة وهذا أخفي من زمان أخفي عن الإنسان يعني أنه أنت الإنسان أنت ورب واحد وأنت الظهو الأبدي أخفيه أخفيه بعمل بقصد وغيرت المفاهيم أبدلت أبدلوها بالدين وبعدها أبدلوها بنظرية داروين وأبدلوها بالرين لكن فقط أريد أن أقول جزء منه فيه صحة الرينكارنيشن مش كله من صناعتهم لا ما يقدرون هما هيك فيه جزء 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 فيه من الصحة لكن الزاء أخرى كلها فبركة أستاذ عزيزة أنت إحنا قلنا أن الرينكارنيشن يعني مش كلها غلط وأنه فيه جزء بسيط منها يعني صح ممكن نقول أنه مثلا كائنات أو أي كائنات تانية متطورة يعني هي بتكون حبة تساعد الإنسان على كوكب الأرض ممكن نقول أنها بتختار تتجسد على الأرض عشان تساعد في رفع الوعي هذا موجود صح جدا ممكن نقول أنه ده يعتبر جزء من الصح يعني المفهوش في بركة الأنوناك يعني هذا موجود لكن معاه مثلا تجدين ممكن شخص ارتكب حروب أو عمل مجازر هذا مشكلة هذا هذا أين يضعه الكون مثلا صح ده ممكن يعني يعني يتقسد تاني في الأرض صح الآن نعم الآن نحن نحكي على يعني هيك الصغائر يعني مثلا هي البنت ما هو ذنبها تعيش في عائلة ممكن يعني ويقنعها على أساس هي اختارت وهي ارتكبت ممكن أعمال سلبية في حياتها سابقة وهذا ما صيرها فهذه هي هم المتنفذين فيها يعني يعني مسيطرين عليها أو عامليها أو فبركيها حقيقة يعني اللي يبقى الإنسان مثلا في الماتريكس وحتى نحن قلنا يعني أنه حتى النفق الضوئي فهي هاي أيضا من فبركاتهم مش كل نفق ضوئي لكن أغلبها أيضا هم عامليها يعني عندهم التكنولوجيا عندهم الكمبيوترات وعندهم الصوفت يصنعون يعني هاي الأنفاق الضوئية أيضا ممكن يعني يدخل الإنسان نفق ضوئي هو ما بيعرف أن هذا نفق ضوئي أيضا الماتريكس يعني عزيز من الأكوان من الأكوان والأبعاد يعني قد تكون أنت في بعد آخر ولكنه لا تزال أنت سؤالي هنا مثلا يعني أنا حينما أغادر مثلا الأرض وأنتقي مثلا إلى المجتمعات الضوئية هل بإمكاني مثلا أن ألتقي بنفسي في بعد آخر إحنا هنا لاحظ مسألة العوالم المتوازية ننتبه الآن العوالم المتوازية أنت من أي منظور تنظر إليها لاحظ أريد أن أقول لك شيء يعني نركز العوالم المتوازية أنت من أي منظور تنظر إليها أنت سوف ترجع أيضا إلى المعتقد كيف إذا أنت أنت الآن تقول لاحظ أنت الآن تقول أنا الآن أنا الآن أتمشى اختار دولة ممكن أوروبية أمريكا أستراليا وأعيش حياتي هناك فأنت أصبحت أثنين وتقول أنا عشت لاحظ أنا عشت قبل ألف سنة أيضا في هذه الدولة التي أنت تعيش فيها الآن وقلت أنا الآن أعيش في المريخ كألكترون فهذا أنا بتاعك كله صحيح إحنا الخطأ اللي عندنا إحنا نريد نلتقي بأنا وهذا أنا ما يحتاج إنك تلتقي فيه يعني أنت تريد أن ترى أنا اللي خلنا نقول مثلا متوزع ما يحتاج له لأن أنا هو أساسا في كل مكان يعني أنت أنت الآن ابني وفكر وعيش كجسم ضوئي جسم ضوئي أصبحت ثنين وأنت الآن فكر وابني أنك تعيش في دولة أوروبية أصبحت ثلاثة وأنت الآن ابني وفكر أنك تكون جبل أصبحت أربعة فهو هذا أنا أنت في أنا ما تحتاج تقول أنا أريد أن ألتقي بالجبل لكي أرى أنا أنت أساسا بمعنى أنت كل كل الأشكال هذا مركز العوالم المتوازية بمعنى هنا ما في ماضي ما في حاضر ما في مستقبل لأنه أنا أصبح فوق الزمن وفوق المستقبل الخطأ بتاعنا أريد أن أكرر لأننا نعيش في المادة نريد أن نرى فأنت لحو أنت تقول هل أستطيع أن أرى أنا اللي يعيش في المريخ أنت ما تحتاج لأن أنت هو كل كل شيء هذا يحتاج أن تفكر فيها يعني ممكن تكتبوها على ورقة وتفكرون فيها الأنا بتاع كل شيء ما يحتاج أن أن يرى أنا لأنه هو كل شيء أنت الآن حدد أنت ماذا تريد تريد أن تصبح عشرة مية ألف أو تريد أن تنتقل إلى حضارة ضوئية وما ترجع إلى الأرض فهذا كله تحديدك وبالتالي بمعنى نحن أمام فرص جدا هائلة وفعلا نحتر كثيرة لأنه أنت الشجرة وأنت الجبل وأنت الألكترون وأنت المملكة الضوئية وأنت الثري وأنت وأنت هائل فمارات نحتر نقول إذن كيف كيف سوف نختار يعني لأنه هي هاي الفرص الفرص تسمى الفرص غير محدودة ماذا لو تركز على فقط يعني نفترض أن تترك العوالم المتوازية كلها تتركها كعلوم وتركز فقط أنك تنتقل بعد أن تترك الأرض فقط يعني تركز أنك تنتقل بعد أن تترك الأرض إلى مملكة الضوئية أو تعيش مع حضارة الضوئية يحدث هذا لأنه هو أنا فأنت بنيت هذا أنا أصبحت أنت لأن أنت أنا موجود في كل مكان فأنت تصبح بالذي أنت تريده وتعيشه تصبح الآن إذا لا تريد مثلا الانتقال إلى الحضارات الضوئية ممكن تختار أن تكون جبل تصبح جبل يعني تختار شخصية ثانية نعم هكذا يعني فحتى فقط أريد أن أكون دقيق بالجواب فأنت الكل مش أنت أربعة أو خمسة أو ستة لا مش هيكي يعني لاحظ مثلا أنت هو أساسا موزارد يعني هو ما فيه موزارد ثاني هو أنت موزارد وأنت بتهوفن يعني نحن الخطأ اللي عندنا نقول موزارد شخص ثاني وأنت شخص ثاني مش هيكي هو أنت موزارد أساسا لأنه أنت الرب فالرب انقسمه أصبح موزارد وأصبح أنت في حين هو في الحقيقة هو أنت موزارد فعندما تقول مثلا أنا طالب جامعي خطأ ما يصير أنت الرب من أنت أنت في كل مكان أنت كل الأشياء وأنت موزارد وأنت بتهوفن وأنت الرياضي هذا شوية صعب يحتاج له تركيزي يعني يعني يحتاج لك تأني يعني ما فيه شخصيتين مش هيكي هو أنت موزارد نعم تماما تماما أنت موزارد We are all one يعني كلنا واحد أي طبعا very good لا حتى أريد أن أقول لك يعني يعني مش شخصيتين ما فيه هذا خطأ الانفصال تقول يعني مثلا الوزير كذا وأنا طالب لا كل واحد يجب أن يكون هكذا ترجمة نانسي قنقر